مراكز النداء بالمغرب في انتظار التغيير القادم تغيير ليس بالضرورة سلبيا على العاملين في هذا القطاع حيث يرى الكثير منهم أن تأثير القانون الفرنسي الجديد محدود على العاملين فيه تأثير هذا القانون سيكون محدود نظرا لأن أغلبية مراكز النداء والاتصال تحتارم هذا القانون في العمل لها لأن هناك الكنيل التي تراقب المصداقية والصدق لباس دودوني الذي يستعملون في سونتابيل فهذا المراكز الذي يحترمه الكنيل لا يعني لا يعني بهذا القانون لأنه يحترمه القرار الفرنسي جاء لتفعيل مبدأ حماية المستهلك حيث تم تخصيص موقع إلكتروني يتم عبره حصر لائحة الأرقام التي لا ترغب في تلقي اتصالات من مصادر مجهولة وش كينش تأثير غادي كون تأثير ولكن وش هالتأثير هو اللي كنشوفوه جوضي في الصحف لا ما كينش حيث المجال دي سونتابيل دبعو ما كيخدمش مع دولة وحدة كيخدم مع دول متعددة ما تيخدمش غير مع الناس اللي تي عيطوا لي سونتابيل تيخدم مع الناس اللي تي عيطوا لي هم اللي تي عيطوا لهم هادو أبا بخيسي 50% من بيزنس اكتوال وكين نوتر بوان اللي خسنان شيرولي هو ان هاد الناس هادو المكانوش باغين الناس يعيطوا لهم كانوا كيدخلو في فرنسا بحال ذبف ما يوعرف لا ليستوغوج ساوزار سينحيد نمرة ديالي من الانوير باشتوح ما يقدير يعيط ليا وهاد الناس اللي دارو هاد لديمارش اجوغدو شحال بيهم 3-4-5 مصافة المئة ديال la population واش هاتي ولي غادي سيد هاد الالاف ديال ليبوزيسيون في المغرب اكتوالما لا ماندنش بما انو عندنا بزاف ديال المجالات فاش كان خدمو منها الميسان دابال غيسابسان دابال كينين ديزنكة ده ساتيسفاكشون يالو سعويس كليا يعني ما كندنش بانو غادي يكونش تأتير قوي على هاد المجال هذا وخصوصا لانو الشريحة الفرنسية لستهي الشريحة الوحيدة اللي مستهدفة هناك ايضا مجموعة من الدول الاوروبية الفرنكوفان الفرنكوفان اي امريكا الشمالية جنوبية مراكز النداء والاتصالات بالمغرب تنمو باستمرار وتشاغل الافا من الشباب تجربة جديدة ممكن ان تتوجه الى السوق الوطنية لتعزز انتشارها